عشان تبقى دايما عندنا فرصة ان احنا نجابها اي ظرف نفس الكلام على الوقود احنا بتتكلم في عشرة مليون سيارة بتتحرك كل يوم على ابتداد الجمهورية بالكامل انت محتاجة ايضا تجيب لها الوقود اللازم ليه وبرضو انت جزء كبير من ده انت بتستورده من الخارج وتوقع موضوع محطات الكهرباء تصوروا ان انتوا محتاجين في اليوم 18 الف تن مزود عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان طفر الطاقة في الظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال اليام اللي فاتت ويمكن برضو احتباء معنا شوية جدا انا بتكلم يعني اكتر من نص مليون تن مزود في الشهر تمانهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا حنبقى يعني في قزمة كبيرة او الحقيقة الحمد لله رب العالمين انا بسه حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعة وده امر يعني محل تقدير مننا والحكومة بتعمل بالوقتي على يعني مجموعة اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمة اشتركوا في القناة